اشتركوا في القناة دي انتقل للحود يعني كمان شوي كم ساعة بعد الحلقة رح نشرح عنها ما زال الخمر موجود فيه منزلة المقدم وهي الخير والثبات والسلامة والمحبة ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة 2 و 37 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرار طبعا الآن احنا في فترة خلوه المسار وحكينا انه فترة خلوه المسار هاي لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار ومعنى انه الآن هي موعد بث الحلقة رح يظل القمر في مرحلة خلوه المسار لساعة 28 و 29 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 11 ونص يعني بالمنتصف الليل بعدها القمر بكون خلاص استقر في برج الحوت وبلش يشكل اول زوايا لائلو فتأثير القمر لما بصير موجود في برج الحوت بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين من الذمر ونكشف عن متاعبنا للغير ونجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن انه نقع في حبال الغرام بوسعنا التعمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا آلة تصوير طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك يعني مفاجآت اما بالنسبة لخلو المسار القادم فرح يكون يوم الجمعة رح يبدأ خلو المسار تمام الساعة 11 و 47 دقيقة مساء قبل منتصف الليل بتوقيت جرينش وبعدين رح يستمر لليوم الثاني اي بعد منتصف الليل لغاية تقريبا الساعة 6 و 11 دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر العمر القمر انحصار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 21 و 37 دقيقة صباحا بيصبح 26 يوم نسبة الاضاءة بتصير 15% تقريبا اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة هي سعيدة بنسبة 85% اليوم القمر فدله الآن وبدو ينتقل حكينا للحوت فرح يظل يوم 10 أربعة هو سعيد بنسبة 30% اليوم في ساعات المساء بيصير منتحس يعني في آخر ساعات المساء اما بالنسبة لعطارد في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 23 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% يوم 20 ثمانية بيبدأ برضو عملية التراجع نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% البلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة برضو بيبدأ عملية التراجع يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب بنال منكم لأنه قمر صار موجود في بيت المتاعب ورح تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم يعني زي هيك نوع من أنواع الارتخاء ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة هاي الفترة تعتبر من أضعف الفترات اللي بتمر دائما على أي برج في أيام الشهر لأنه بيت المتاعب هات فأهم إشي إنك اليوم ما تراهن على حد الحضوض بتكون شبه مع دومة وما تحسم أمر بتميل للهدوء أكثر والبعد عن الصخب اتوقع إن يكون عندك نوع من أنواع الفوضى أو تأخير أو خسارة أهم شي إنك تنتبه لصحتك وتنتبه لغذائك حاول أنك يتمشي أمورك بشكل روتيني برج الثور طبعاً بتكون تحاولوا تستغلوا الفترة هاي اللي هم اليومين اللي جايين لغاية يوم السبت إنه تحاولوا تنجزوا كل الأشياء المهمة والضرورية للفترة القادمة اللي هي ابتداء من يوم السبت صباحاً بيصير القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتصير فترة محبطة وممكن تعركس عليك كثير من الأمور فحاولوا اليوم إنك تستغلوها بما أنه اليوم رح تنشطوا بين الأصدقاء ورح تجدوا تعاون منهم بوسعك وتحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي شخص بطلب منك للفترة هاي بتدل على نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شي إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس وتستغل الفرص برج الجوزاء طبعا القمر بيوجوده في المنزل هاي يعني تربيع مع بيتكم وهذا الإشي بيضغط عليكم بالفترة هاي وبركز على العمل بيركز على السمعة وهي تحديدا السمعة هي أكثر نقطة أنتوا بتكونوا تحافظوا عليها بالفترة هاي فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل الفترة هاي مناسبة لللي بيبحث عن عمل أو عنده مقابلات عمل أهم شي إنك تقدم أفضل ما لديك لأنه ممكن أنك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم الفترة هاي فيها بعض المفاجآت ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة أهم إشي إنك ما تخالف القوانين برج السرطان يوم مناسب وممتاز جدا على كثير من الأصعدة لأن القمر موجود في منزلة تقريبا حليف لإلكم بقوة هو بيتكم التاسع فعشان هيك الفترة هاي بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو هجرة أو اتصالات خارجية وبعيدة أو أمور إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو الدراسة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم وجيدة برضو هاي الفترة للمصالحات أهم إشي إنك ما ترتج العمل ما تستخف بالواجبات الوضواء بتكون بالفترة هاي مسلطة عليك أهم إشي إنك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جدا حاول إنك تستغلها وتتحرك على أساس إنه ما تضيع من إيدك برج الأسد طبعا القمر الآن تحرك من مقابلكو تماما من بيتكو السابع صار في البيت الثامن عشان هيك بتتركز الأمور كلها على تنظيم الأمور المالية وخصوصا الأموال اللي بتكون مشتركة يعني في معك شريك فيها لهي مثل ميراث قروض بنكية قروض دين مال بيجي من شراكة الفرصة بتكون برضو متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا من الإهمال خصوصا إهمال نقاط إدارية أو نقطة إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر اليوم على مسمع من أحد برج العذرة طبعا اليوم القمر صار مقابلكم تماما في بيت الشراكة المالية والعاطفية هو بيعطيك إيجابية لأنه بتتركز الجهود كلها على تدعيم الشراكات شراكات مالية عاطفية تفاهم مع الأزواج مصالحات واليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفية إجمالا ولكن وجود القمر مقابلك تماما بسحب من طاقتك فهذه الفترة بتصير فيها نوع من أنواع صعوبة ممكن تعرضك إما لمواجهة قانونية أو معاملة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر بهذه الفترة وبرضو بتكون تحاذروا من المشاكل على أنواعها لأنه برضو فترة المقابل تعتبر من الفترات الصعبة القمر الآن تحرك وصار في البيت السادس يعني بيت إلو علاقة بالعمل إلو علاقة بالصحة فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم أو الاهتمام على المسائل العملية هي الأكثر إشي رح يلفت انتباهكم بالفترة هاي فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من العمل دون إهمال صحتكم برضو فاليوم مناسب لنشاط بدني أو رياضة أو حركة ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم إشي إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت رأي ظروفك الصحية وأطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة لأنه برضو الزملاء رح يدعموك بالفترة هاي فهاي الفترة مهمة جدا أهم إشي إنك تفتم به سلامتك الجسدية والصحية والعمل برج العقرب طبعا القمر الآن صار موجود في البيت الخامس عندكم وهذا يعتبر أفضل بيت بتواجد فيه القمر لإلكم على الخارطة الفلكية وهذا بيت العاطفة بيت الحب بيت الأبناء فبتبشتازوا بصورة عمي يوم إيجابي يبعث على البهجة والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن اليوم تطلق مشاريع جديدة أو مشروع معين وتتلقى إجابة وإشارات مهمة حاول أنك تبتسم الحظ اليوم لجانبك زي ما حكينا على المستوى العاطفي مستوى علاقتك بالأبناء وبرضو على المستوى الفني أو التجميلي أو الأمور اللي إلها علاقة بالمظهر العام برج القوس القمر الآن موجود في البيت الرابع اللي إلها علاقة في البيت والعائلة والمسكن والرحيل أو استئجار بيت أو حتى الروابط العائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بهاي الفترة أهم شيء تلطفه من الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد معين أو خلاف عائلي لكن القمر بشجعك على تكرار المحاولات بالفترة بترتفع عندك نسبة الحظوظ بشكل كبير ولكن هي ممكن الاهتمام العائلي يكون إما بعطل أو يكون في مساء البيتية وعائلية أو مناسبة معين تجمع أفراد العائلة حاول أنك تستغلها للتقارب العائلي بالفترة برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات بما أن القمر صار موجود في البيت الثالث اللي له علاقة بالاتصالات والتنقلات الحوارات حتى علاقتكم مع الإخوة والجيران بالفترة على مستوى الدراسة ما دون الجامعية برضو ممتازة جدا فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات واليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران أو بكم في تعامل ما بينكم وبينهم هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب برضو هذا البيت له علاقة بالسيارات وبالأجهزة الإلكترونية ولكن حاضروا من بعض الإصابات أثناء الحركة برج الدلو القمر الآن مستقر في بيت المال هو بيتكم الأول فممكن الفترة هاي تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم المال عادة بيجي من عمل الإضافي مساعدات هبات نوع من أنواع الدعم الفترة هاي جيدة على هذا المستوى ومنكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي بتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المباء المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك أو عطاياك بالفترة هاي وتنتبه من الأشخاص اللي ممكن يستغلوك ماديا وانتبه على موالك من السرقة والضياع ممكن الفترة هاي تظهر لك بعض المصاريف الغير متوقعة بعدة مجالات برج الحود طبعا القمر الآن صار موجود عندكم في بيتكم الشخصي فعشان هيك بتبدو بالفترة هاي فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بصيروا حيويين أكثر بصير في نشاط وطاقة وحماسة وصحتكم بتتحسن حتى حيويتكم وجمالكم بختلف بالفترة هاي بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتتعزز معنوياتكم من الجديد وبتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك أو على شخصيتك بالفترة هاي في البداية هاي فترة حافلة بالنشاطات وتنتظرك مفاجآت أو خبر صار أو استعداد أو يعني شيء له علاقة بورشة جديدة تعتبر بالمختصر هاي من أفضل أيام الشهر بموقع القمر بوجوده عندك فحاول إنك تتحرك على جميع الأصعدي وتحاول تصلح الأشياء اللي كانت متعطلة عليك أو معك بالأيام الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة